اشتركوا في القناة طبعا الحلقة هاي رح يكون فيها شرح كثير وخصوصا عن الشمس وانتقالها للسرطان وتأثيرها على الابراج فما رح نزلها بحلقة لحالها رح نزلها من ضمن هاي الحلقة طبعا بالنسبة للقمر ما زال موجود في الجوزاء في منزلة الذراع لاخر يوم وهي جيدة وصالحة لكل شيء طبعا حكينا ان تأثير القمر لما بكون موجود في الجوزاء على جميع الابراج في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية بطيئة ما رح تكون زاوية تزديس ايجابية بين المريخ والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتخلق جو من التسامح بحيث انه احنا بنتسامح مع من اخطأ ويخطئ بحقنا وبنمد يد العون لهم وممكن تدفعنا للتراجع عن الخطأ هاي طبعا تأثيراتها من ثلاث ايام ولكن انه من اليوم بتبلش اوجها وبتستمر تقريبا سبع ايام اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية سلبية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة وحدة وست دقائق عصرا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا بما انه الشمس اليوم مساء رح ينتقل يعني لازم انا في حلقة الغد اذكره ولكن حبيت اني انا اذكره انه الشمس اليوم رح تنتقل من الجوزاء للسرطان وهذا امر ايجابي لابراج كثيرة وسلبي لبعض الابراج فعشان هيك الشمس هي رح تنتقل الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء ورح تستمر مقوثها في برج السرطان لغاية اثنين وعشرين سبعة يعني بتغطي جميع موليد برج السرطان فعشان هيك منقول لموليد برج السرطان كل عام وانتو بخير بسبب وجود الشمس عندكم ويعني كل يوم بصير عيد ميلاد واحد من موليد برج السرطان وبما انه الشمس رح تكون موجودة في هذا البرج فبتخلق لنا اجواء بيتية وعائلية حميمة ومنرغب في تعزيز الروابط العائلية ومنجد الراحة داخل جدران بيتنا ومنحاول حماية افراد العائلة موليد برج السرطان اللي اجتازه مؤخرا فترة غير مريحة كان فيها كثير من التعب والقلق والوسواس والبعض شعر بالمرض او بالتعب البعض فشل في بعض المشاريع او يعني انضغط في بعض الامور العملية فسببتهم بعض الارباكات بالفترة الماضية لانه كان الشمس موجود في الجوزاء يعني بيت متاعبهم ومن الان وتدريجي عشان ما حد يجي بقراء يقول لي انتي قلت السرطان يعني الشمس اجت عنا معناته احنا بنانا تحسن انا بقول تدريجي يعني كل يوم بيجي عيد ميلاد شخص من موريد برج السرطان يا اما بيكون يوم مناسب وبتبدأ من عنده المرحلة الجديدة لا الو يا اما بيكون اذا القمر كان موجود في بيت متاعب او في زاوية سيئة معناته بدي يكون لسه بدي يستنى لحد يصير القمر في بيت مناسب لا الو قوي لا الو وخصوصا اللي هي الابراج المائية وصلت المعلومة طيب خلينا نكمل فمن الان وتدريجيا فترة افضل بتعيدلهم نشاطهم وعافيتهم وبيكونوا اكثر تفاؤل وثقة بالنفس وبيستفيد معهم في هاي المرحلة موليد الابراج المائية الاخرى مثل العقرب الحوت الابراج الترابية مثل الثور والعذراء والجدي فيما يلي ابرز المجالات اللي ممكن تشغلنا خلال اسابيع الاربعة القادمة جراء وجود الشمس في السرطان وتأثيرها على جميع الابراج دون استثناء برج الحمل طبعا بما انه احنا حكينا عن انه الشمس راح تكون موجودة في السرطان يعني بالنسبة للحمل البيت الرابع لا الهم يعني رابع برج من عندهم فعشان هيك بتصير الامور عندهم البيتية والعائلية والعقائرية هي محط انتباههم وتركيزهم بالفترة هاي اما ايجابيا واما سلبيا بسبب تراجع عطارد فبدهم ينتبهوا من السلبيات ويركزوا على الايجابيات فمنهم ممكن يستأجر بيت جديد او يفكر به شراء عقار جديد او الترحال او النقل من بيت لبيت اما بالنسبة لموليد برج الثور فهي بتركز على امور الها علاقة بالسفر القصير لانه بيتهم الثالث اللي هي التنقلات والرحلات والزيارات والاشياء اللي زي هيك والدراسة في الامور اللي هي الابتدائية والثانوية والعلاقة مع الاخوة والجيران بس اهم ايش انه اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد لانه بسبب تراجع عطارد واثناء تنقلاتكم في السيارة بتكونوا تركزوا اثناء القيادة يعني انا بعطيكم الايجابية وانتوا تلقائيا حطوا السلبية من تراجع عطارد بالنسبة للجوزاء مكاسب مالية بتيجي من عمل اضافي وهبات ومساعدات ونوع من انواع الدعم بتيجيهم السرطان بالنشاط والحيوية وانجاز الكثير من الاعمال اللي تراكمت واللي انتهت فبنقدر نقولهم من هون بدأت السنة تاعدكم يعني بدأتوا الان هي سنتكم تعتبروها من اليوم اللي بيجي فيه عيد ميلادك اما بالنسبة للأسد يجب الانتباه اكثر لصحتهم لانه هسا الاسد بما انه الشمس صارت موجودة في السرطان فمعناته صار بيت متاعبهم معناته الفترة القادمة ضاغطة على الصحة ضاغطة على الاعصاب ممكن تلتغى بعض الامور لهم ممكن يكونوا موعدين باشياء تتأجل فبدهم يكونوا جاهزين ومجاهزين حالهم بالفترة القادمة اللي هي الاربع اسابيع القادمة هاي او الشهر بدهم ينتبهوا انه في كثير من الامور ممكن تتعطل او ممكن تتعركس عليهم فبدهم يكونوا مستعدين ومهيئين حالهم وبفضل انا بالفترة هاي انه ما حد من موليد برج الاسد واللي طالعهم اسد انه يبدأ بمشاريع مهمة او يركز على المشاريع المهمة لانه ممكن انه يكون تركيزه مش واضح تماما فتسبب له بعض المشاكل اما بالنسبة لموليد برج العدراء فهم عندهم نشاط اجتماعي ومكاسب اجتماعية من خلال معارفهم اما بالنسبة للميزان فالعمل بتركز كل امورهم على العمل والمركز الاجتماعي اما بالنسبة للعقرب فبتركز امورهم على امور الها علاقة بالسفر البعيد او معاملات سفر بعيد او امور الها علاقة باوراق ومعاملات من هذا النوع وبرضه بتتركز على الاتصالات البعيدة والدراسة الاكاديمية والاستراد والتصدير اما بالنسبة لموليد برج القوس فهي بتتركز على الاموال المشتركة كل مكاسبهم تيجي من الأموال المشتركة وكل الدعم بيجيهم على الأموال المشتركة اللي بيكون فيها إما شريك معاه أو أمور لها علاقة بالأموال اللي ما بتعدلهم وبترجع لهم أو بالديون اللي بيكونوا مدينينها وبستردوها أو بالضغوطات المالية اللي كانت عليهم وبحسوا بنوع من أنواع الانفراج بالفترة هاي أما بالنسبة للجدي فضغط كله يعني المكاسب رح تكون على أمور إلها علاقة بالشراكة شراكة المالية والعاطفية وأمور الزواج وأمور الارتباط وأمور العلاقات فهاي الفترة بنشط فيها بشكل كبير أو موضوع توقيع عقود على شراكة جديدة ولكن بالمقابل في ناحية سلبية موجودة عندهم أن طاقتهم بالفترة هاي بتكون ضعيفة وبتكون يعني في أيام كثيرة وخصوصا إذا القمر كان في منازل غير صاحية يعني غير صديقة للجدي فممكن يشعروا ببعض التعب أو يشعروا ببعض الإرهاق أو تجيهم أشياء إلها علاقة بأمور الصحة بس مش إشي بخوف أما بالنسبة للدلو بتراكم العمل عندهم وبدهم ينتبهوا لا أمور إلها علاقة بالصحة لأنه هذا بيتهم السادس فعشان هيك العمل ومشاكل العمل هي اللي بتظهر على الساحة في منك أشخاص ممكن أنه يطلع من عمله أو يدم استقالته أو يطلع ينقل من عمل لعمل في منك ممكن يتوظف بعمل فهاي بتعطي إيجابية وسلبية على الحالتين ولكن أهم نقطة هي الانتباه للصحة أما بالنسبة لموالود برج الحوت هاي فترة إيجابية بقوة عاطفيا وماليا وبدعمك الحظ في هذا البيت ولكن لا تنسى أنه مش أنك تقول والله أنت عطيتني إيجابيات بس هذا أنا قلت لكم أنه خذ الإيجابية وخذ السلبية بسبب تراجع عطارد لما ينتهي عطارد بتكون أنت استفدت من هاي الإيجابيات فعشان هيك برضو الحوت ممكن أنه صار عندهم تقلبات عاطفية ممكن ينهو علاقة عاطفية عندهم وممكن أنه تتقلب عندهم الأمور المالية بسبب تراجع عطارد وأهم إشي أنه يمسكوا حالهم من العصبية طبعا ما رح نكمل كل الزوايا الفلكية اللي رح تصير بكرة فبعد يعني بحلقة الغد يعني حبيت بس أني أبشر وعايد وأقول كل عامون تبخير لموليد السرطان وأذكر لهم عن انتقال الشمس ابتداء من الغد مساء وباية الأمور وخلو المسار اللي رح يصير برضو بكرة بالمساء يعني برضو اللي عندهم بعض الأعمال مساء من الساعة 9 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الأشخاص اللي في الجزء الآخر من الكرة الأرضية هم اللي بدها تتأثر عليهم الأمور هاي لأنه إحنا بنحكي على الساعة 1 إلا 10 بتوقيت الأردن فعشان هيك في الليل إحنا في الشرق الأوسط بيكونوا نائمين فالأشخاص اللي بتكون عندهم نهار هم اللي بدهم ينتبهوا من أي عمل جديد أو من توقيع عقود أو خطوبة أو شراء شيء ثمين أو إكمال يعني بس إكمال العمل اللي بدأوا فيه قبل خلو المسار لأنه هذا خلو المسار اللي رح يستمر للصباح وبكرة رح نحكي عنه بالتفصيل أكثر وطبعا حكينا أنه القمر موجود في الجوزاء معناته خلو المسار القادم زي ما حكينا قبل قليل عمر القمر القمر اختفاء القمر الهلال يعني بدأ يختفي الآن العمر ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة بعد منتصف الليل بصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حكينا ورح تنتقل للسرطان رح تظل يوم اثنين وعشرين سبعة المزاج ممتزج هذا اليوم طبعا لأنه اقترب موعد الكسوف بدأت التأثيرات السلبية تظهر على الشمس وعالقمر في الأيام هاي القمر في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة المزاج ممتزج عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمس وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد رح نعمل حلقة عنه لأنه اقترب موعده ولكن بخلال الأسبوع القادم المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بيرجع للجدي كمل تراجعه مزاجه منتحس اورانوس في الثورة حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم ثلاث وعشرين ستة يعني بداية الأسبوع ان شاء الله رح نزللكو حلقة عشان اشرح لكم عن تراجع نبتن واثاره على العمل النفسي النفسيات شو بعمل فيها والشكوك خربط الأحلام والأمور هاي ان شاء الله رح نشرحها لحد الآن طبعا مزاجه سعيد ابلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم اربع عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا زي ما حكينا ان القمر موجود في البيت الثالث عندكم فعشان هيك يبتنشطوا في امور الها علاقة بالتنقلات او بالاتصالات او بالمناقشات فبتطلعك هاي الفترة او فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على انواعها اهم اشي انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تكثر عندك الزيارات او التنقلات او الاجتماعات خلال هذا اليوم اهم اشي انه اثناء تنقلاتكم بتكن تنتبهوا اثناء القيادة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف اليوم نفسيتك احسن صحيح انه بغلب عليك الطبع العصبي شوي ولكن الامور جيدة بتدعمك على المستوى النفسي بتعزز من ثقتك بنفسك اكثر ولكن هي النقطة اللي دائما احنا من نبه الها وخصوصا بسبب تواجد كل هالكواكب اللي بتتراجع هاي انه بتخلي عصبيتك شوي قراراتك ممكن تكون متسرعة شوي وبرضو فضولك تدخلك بشؤون الاخرين بصير شوي زايد ما تزعلوا مني ولكن لازم اني احكي النقطة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى المالي يعني شبه روتينية بتحمل بعض المكاسب لبعض الاشخاص او بعض الاهتمامات المالية زي حسابات او تدقيق حسابات او مراجعة لبعض الالتزامات في منك ورح يحصل بعض الاموال اللي بتجي من عمل اضافي او نوع من انواع الهبات او المساعدات او المكاسب اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع ما زالت الامور ضاغطة على مستوى البيت وطبعا يعني الكواكب هسا كلها تقريبا او تراجع طارد اللي موجود في البيت الرابع لالكم بضغطكم ممكن يسوي نوع من انواع الخلافات او شد العصبي او التوتر او نقاشات حد على مستوى البيت او بعض الاهتمامات المنزلية زي اعطال مشتريات يعني فيه اشي بقلقك على مستوى البيت فعشان هيك بتطلب منك التركيز بشكل جيد وفي نفس اللحظة انك تسيطر على عصبيتك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي ممكن تظهر بعض المسائل المقلقة اللي يقلق على احد الاحباء او احد الابناء او ممكن يكون لك نوع من انواع التواصل او سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب ممكن تظهر في خلال هاي الفترة اهم اشي انك ما تغامر وما تعمل اللي هي النزوات والخروجات اللي فيها هيك طيش ما تحاول انك تعملها تعملها بالفترة هاي لانه الحظ مش حليفك اما بالنسبة للبيت السادس فالامور على مستوى العمل جيدة فممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم او تهتموا في بعض الشؤون او تطوير شؤون او تحصيل بعض الامور العملية اللي بتخذكم ولكن بالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن تهتم بمسائل لها علاقة بادوية او مراجعات طبية او اهتمامات طبية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الاجواء تقريبا يعني بتدعمك شوي بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك او شريك المال او شريك العاطفة زي الازواج وممكن تتفق على مسألة معينة صحيح انه انت ممكن تنزعج من قراراته او انه تمرده او انه ما يسمع كلامك بالفترة هاي ولكن انه الامور تقريبا منقدر نحكي انها بتميلة الايجابية اكثر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة تقريبا بتكون ضغطة فهاي بتخليك شوي تقلق بشأن مالي او نقاشات الها علاقة بارث او تسأل عن موضوع قديم في منكو رح يهتم كثير في امور الها علاقة بالغيبيات او امور الها علاقة باشي مغيب يعني زي قصة اسطورة فيلم اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء على مستوى الاتصالات البعيد اليوم بتكثر عندكم فممكن تتعزز اتصالاتكم او اهتمام في اشخاص خارج البلاد او ممكن تقلق بشأن اوراق قانونية او معاملات الها علاقة بالسفر او انك بتنتظر موضوع لانفراج الو علاقة بالسفر بتعلق في سفر مؤجل بالنسبة لا اليك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا يعني بنقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية بتدعمك على مستوى بيت السمعة خلال هذا اليوم ممكن تستغل بعض المعارف او بعض الاصدقاء او العلاقات اللي بتعرفها لانجاز بعض المهام او بعض الامور اللي بيكون بحاجة لشخص يدعمها هيك لاجل انها تمشي وخصوصا هاي بتكون في المؤسسات وفي امور الها علاقة بشركات الكبيرة او المؤسسات الحكومية اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو جيد بدعمك على مستوى العلاقات والممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او جمعة مثلا او تلتقي بعض الاصدقاء او يكون لك اهتمام في صديق انت فجأة حاب تطمن عليه او هو يطمن عليك تقريبا الاجواء على المستوى الاجتماعي جيدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا يعني بنقولك انه حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية والمهمة ما تشعب حالك في كثير من الاعمال ركز على العمل اللي بين ايديك لأحديث ما تنجزه وفي المقابل بدك تهتم بصحتك بغذائك وتاخد قسط كافي من الراحة ممكن يحمل اليوم هذا نوع من انواع القلق بتعلق فيك او في احد الاحبة او المعارف برج الثور بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم طبعا القمر في بيت المال فعشان هيك بتركزوا على الفترة هاي في الامور المالية اكثر اهم شي انكو تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات او لاستحقيقات مالية اتجنب النزوات والتسوق بالفترة هاي ما تصرف فلوسك هيك يعني ما بس انه انت تحاول انك انت بدك تصرف عشان تفرغ الضغط اللي موجود عندك او تنزل على السوق لاجل تغيير الجو فممكن هذا يقودك لصرف الفلوس بطريقة مش محببة حاذر من تهديد الاستقرار المالي بسبب التقلبات ممكن تنشغل بمسائل او مواضيع مالية متنوعة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا على المستوى النفسي جيدة الا انها بتحمل بعض القلق اللي بتعلق في وسواس تفكير مشاكل شخصية ممكن تظهر على الساحة اليوم فشوي تسحب من طاقتك فتخلي عندك طاقة سلبية اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الثالث يعني هو تقريبا روتيني ما فيها الاشي القوي الكثير اللي بيدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات يعني على طبيعتك بس زيادة شحطة هيك فممكن في لحظات انك تناقش او تشرح مسألة ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار في خلال هذا اليوم ممكن تطلع في نزهة او تغيير جو هيك بيجي بشكل مفاجئ اهم اشي انك يتراقب عصبيتك اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الاجواء جيدة بتدعمك ممكن اليوم بتفكر في موضوع عائلي او موضوع بتعلق في احد افراد العائلة لانجاز بعض المهام المهمة او بعض الامور المستقبلية اللي لها علاقة بفرحة او ارتباط او حمل او اشياء من هذا القبيل في منكو ممكن ينشغل في نقاشات على مستوى البيت او التزامات زي تصليحات وترتميمات وامور بيتي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا لغاية ساعات الصباح بتكون روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن ممكن تظهر بعض المسائل العاطفي اللي تدعمك خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات الصباح وصاعد لغاية المساء يعني ممكن هيك يصير بعض الامور العاطفية او تتقابل مع الحبيب او يصير لقاء او مصالحة مثلا او مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها بعض الايجابية بتقدر تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم بشؤون صحية بتتعلق فيه او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية بيت الازواج برضو فهو بيحمل نوع من انواع اما الانزعاج من تصرف الشريك او تنزعج من مسألة معينة او انه موضوع يعني فيه مشكلة او خلاف ما بينكم من ايام اليوم ممكن يتفاقم هذا الموضوع وينفتح نقاش حاد ما بينكم بتكديروا بالكو من القرارات الصعبة او القرارات الغير مدروسة اللي ممكن تبوء بالفشل اما بالنسبة للبيت التاسع فبتكثر عندكم اليوم الاتصالات الاتصالات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بشخص بعز عليكم ممكن اليوم تسمعوا خبر شوي يزعجكم فيه منكم ممكن يهتم بامور العلاقة بالاوراق القانونية او المعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى السمعة وبرضو على مستوى العمل فبرضو فرصة للي حابب يقدم العمل اليوم في المؤسسات الكبيرة انه يبادر من خلال يستغل هذا اليوم لهذا الموضوع وفيه منكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالزملاء بالعمل او الرؤساء بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني نشاطك مع اصدقائك او علاقاتك على حسب طبيعتك ما فيه اي شيء يدعم او يعمل خلاف ما بينكم اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها شبه جيدة بتساعدك على انجاز بعض الاعمال ولكن بالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهم الغذائك وانتبه لخصوصا الاشخاص اللي باخدوا ادوية باستمرار انتبه لادويتك انك انت تخربط فيها او تاخذها مرتين او تنسى انك تاخذ علاجك برج الجوزاء طبعا انتو بالفترة هاي بما انو القمر صار موجود عندكم بشحنكم بطاقة صحيح انو الزهرة بتتراجع وطارت تتراجع في البيت الاول لا البيت الثاني لا الكم ولكن بالفترة هاي يعني بتصيروا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها ممكن تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بالفترة هاي ممكن تواجه الوقاع بمنطقة عزيمة وتتلقى جواب يعني هاي الفترة تتوضح اليك بعض الامور اللي كانت مبهمة بالفترة الماضية ممكن تظهر اشياء يعني تفاجأك بانتظارك لقاء او مرحلة جديدة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الامور المالية يعني بنقدر نحكي روتيني في منكو رح يحصل بعض الاموال او يعمل مثلا عمل اضافي يحصل منه بعض المكاسب في منكو رح يطالب بديون لالو في منكو رح يجي نوع من انواع المساعدات او الهبات او الهدايا بلكن اهم اشي انه تدير بالك من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الاجواء برضو بتحمل نوع من انواع التنقلات والاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية لالاقناع خلال هذا اليوم او عندك قدرة على النقاش والدراسة وامور الها علاقة بالامتحانات اهم اشي انك اثناء تنقلاتك تدير بالك ما في داعي للتهور اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الاجواء روتينية يعني بتتعامل بطبيعتك ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي طيلة النهار ولكن في ساعات المساء بدك تنتبه من خلاف او حدية بالطباع او نقاش حاد او اعطال منزلية ممكن تستفزك اما بالنسبة للبيت الخامس فتعاملك مع الحبيب اليوم روتيني فما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن ممكن يحملك اما لقاء او تعاطف مع الحبيب او مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فممكن اليوم تنضغط كثير بالعمل او يكون عليك عبئ كبير من الاعمال او المسئوليات بدك تدير بالك حاول تنجز المهم بعدين تروح لا الاهم ما تحاول انك انت تحمل شغلتين مع بعض او بدك تنجزهم مع بعض لانه اكيد اليوم مش مناسب لهاي الامور وبرضو بالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي وراقب نفسك من الاصابات اثناء الحركة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا يعني فيها نوع من انواع روتينية في التعامل مع الشريك شريك العاطفة او شريك المال يعني ما بينك وبين الازواج تحديدا تتعاملوا بشكل روتيني ولكن ما بخلال جو بما انه فيه كواكب تتراجع وفيه زوايا سلبية انه شوي يعني يكون فيه نوع من انواع الحدية او الانزعاج من تصرف الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا بيحمل بعض الامور المالية خلال اليوم او نقاشات مالية او عبق مالي او بتحاول انك ترتب بعض الامور المالية اهم شي انك ما تدخل على امور الى علاقة بالقروض او الديون بدون ما تعرف وضعك المالي هل انت قد هذه القروض وبيقدر تسدها ولا لا فيه منكو رح يدخل ببعض النقاشات اللي الها علاقة بامور الها علاقة بالميراث او الها علاقة بضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة او الحوار مع اشخاص خارج البلاد او التنقلات ما بين المدن وفيه منكو رح ينجح في امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات خلال اليوم او الاهتمام بموضوع العلاقة بالسيارة او بالتليفونات اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الاجواء على مستوى السمعة تقريبا ما بنا نحكي ايجابية كثير ولا بنا نحكي سلبية كثير فعشان هيك حاول انك تدير بالك انك ما تخال في القوانين وما تجازف بالفترة هاي راقب نفسك من التهورات وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه من امور الها علاقة بالمشاكل في مكان العمل ما بينك وبين زميل او ما بينك وبين رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء بيتك 11 فهو جيد بيدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى معارفك ممكن يحمل لك لقاء او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او اجتماع او تواصل مع صديق صار لك فترة ما تواصلت انت وياه او ممكن لقاء هيكي بزي خروجة انت تخرج انت وصديق للترفيه عن نفسك ولكن بدك تحذر في ساعات الصباح ممكن تستأ من تصرف صديق او انك تزعل على صديق بصير معاه شيء معين فانت يعني بتتعاطف معاه اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء برضو فيها نوع من انواع الضغط بس مش لكثير فعشان هيكي منقول لك بدك تنتبه لا اعمالك وانجازها ما تخلي الاعمال تتراكم عندك وراقب غذائك واكلك وراحتك وفي نفس اللحظة انتبه لصحتك برج السرطان طبعا احنا حكينا انه الشمس رح تنتقل لعندكم بساعات المساء ولكن برضو انه اليوم القمر موجود في بيت المتاعب عندكم لسه في الجوزاء فراح ينتقل لنا اثنين مع بعض في ساعات صباح يوم الاحد فعشان هيكي بتكون ديروا بالكم انه الفترة هاي صعبة وخصوصا انه الكسوف اللي احنا حكينا عنه تراجع الكواكب اللي موجود عطارد عندك الزهرة موجودة في بيت متاعبك طبعا كلها فترة بسيطة وهاي الامور كلها بتصير تتلاشى شوية شوية وبتنتهي هاي الضغوط اللي انت بتحس فيها ولكن من اليوم يعني بظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعد عن الاجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذ قسط من الراحة ممكن تعيش لحظات صعبة خلال هذا اليوم حاذر من الفشل والالتباسات او الالتباس او التراجع الصحي اما بالنسبة للبيت الاول بما انه بيت المتاعب ضاغط بها القوة هاي معناته بيتك النفسية برضو في نوع من انواع الضغوط فعشان هيك بتشارك بنوع من انواع الاحباط او الملل او العصبية وفي منكم ممكن يدخل في حالة الوسواس يعني يتوسواس او يشك او يخاف او يتوهم بعض الامور وديروا بالكم من احلامكم بالفترة هاي ما تصدقوها لانه كلها اضغاث احلام اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الامور اللي الها علاقة بالامور المالية فممكن تحصل بعض الامور المالية خلال هذا اليوم او يجيك بادرة خير او خبر الو علاقة بالامور المالية وفي منكم رح يتفشل اليوم ويتأجل الموضوع لايام قادمة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك اليوم بشكل روتيني بغلب عليها الروتين اكثر صحيح انه ممكن تحملك بعض التنقلات السريعة ولكن انه انت يعني في عندك هيك زي الاشي الضاغط عليك اللي بدك تظلك في البيت او تتعامل بشكل روتيني ما بدك انت تنجز اشياء يعني نوع من الملل ممكن يكون لك بعض الاتصالات ولكن من بيه زي اتصالات اعتيادية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا بيكون فيها نوع من انواع الروتين كانجاز بعض الاعمال او الاهتمام ببعض التصليحات الترميمات الاعمال المنزلية او المشتريات التسوق اهم شي انك انت تمسك حالك من العصبية اذا صار نقاش داخل البيت اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء ضاغطة فممكن يعني اكيد مش ممكن انه كثير من مولد برج السرطان ممكن اليوم تحمل لهم بعض المشاحنات ما بينهم بين احبائهم ان كان حبيب العاطفي او ان كان حبيب احد الابناء او احد الوالدين يا قلق يا سوء تفاهم يا حدية بالطبع اهم شي انه برضو انك ما تعمل خلاف ما بينكم اما بالنسبة للبيت السادس ممكن يتراكم بعض الاعمال عليكم اليوم ممكن ما تقدر تنجزوا كل شيء في نفس اللحظة بدك يتراقب وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة ممكن تقارب ما بينك و بين الشريك شريك المال او العاطفة او ما بين الازواج وممكن يجدوا يعني يكون فيه نوع من انواع المصالحة او تعاطف معك كوضعك او الظرف اللي انت فيه تعاطف معك الشريك او يدعمك بمسألة ما بس ما تفكرش في مشاكل قديمة حكينا عن الوسواس ما تفكر في مشاكل قديمة وصير بدك تفتح اليوم هاي المشاكل مع الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الاجواء جيدة فممكن اليوم يكون لك بعض التحركات اللي الها علاقة بالاموال المشتركة يعني امور الها علاقة ببنك الها علاقة بضريبة بتأمين العلاقة بمستردات مالية ممكن تجد اشي كنت انت فاقده بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة فانا شايف انه ممكن تحمل لك بعض الشحنات السلبية او على مستوى الدراسة او الامتحانات حاول انك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحدود في نفس اللحظة ما تتسرع في الاجابات او بالمحاضرات او بالنقاشات ركز اثناء الدراسة ممكن تعصب لامر معين او لرأي معين او تتعصب مثلا يصير عندك مثلا انا مقتنع في هاي المسألة فلازم تقتنعه في هاي المسألة برضو هذا الامر حاول انك اليوم ما تخلي سيطر عليك وممكن تتلقى اتصال من خارج البلاد يحمل لك نوع من انواع القلق اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك على مستوى العمل او مؤسسات العمل ممكن اليوم برضو تنشط في بعض الامور اللي لها علاقة ببعض العلاقات اللي ممكن تقربك لعمل معين في مؤسسة او من مؤسسة ما اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاوضاع تقريبا تحمل نوع من انواع التعاون او التشارك ما بينك وبين صديق او تقارب في وجهات النظر او ممكن مرافقة او مصالحة على امر معين اهم اشي انك ما تخلي الامور يعني اذا حد من الاصدقاء استفزك في مسألة ما تحاول انك انت تفتح النقاش والموضوع لانه يوم وبنتي اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الاسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد من احدهم ممكن انك تنجز عملك بشكل كامل خلال هذا اليوم ولكن ممكن بعض الاعمال تتطلب منك اما واسطة او تدخل احدهم حاول انك انت تستشير اهل الاختصاص ممكن تطمئن مخاوفك وتفرح لحملة تأييد ودعم لقضيتك ما تستسلم بل تفاءل بالخير طبعا حاول انك تنجز كل اعمالك خلال هذا اليوم ما تخليها تتراكم لانه حكينا انه الشمس رح تنتقل ففي نوع من انواع الضغط تراجع الكواكب بيعمل ضغط وبرضه في المقابل انه القمر رح ينتقل كمان للسرطان رح يعمل ضغط بالفترة القادمة فعشان هيك بدك تكون مهيئ حالك نفسيا وانا معكو طبعا اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا ايجابية اليوم على المستوى النفسي رغم كل هاي الامور اللي احنا ذكرناها الا انه انت مشحون بطاقة ايجابية تعمل نوع من انواع القدرة على انجاز بعض الامور او الاهتمام ببعض المسائل في منكو رح يشعر ببعض القلق او التوتر خلال هذا اليوم بس اهمش انه يحكم عصبيته اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تفتح لك بعض الفرص اللي لها علاقة بالمكاسب المالية او نوع من انواع الدعم او المساعدات خلال هذا اليوم ولكن انه برضو الاجواء ضاغط عليك بشكل كبير ماليا فممكن تتوتر لمسألة مالية او الطالب في بعض الديون اللي بترجع لك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء برضو فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى التواصل والاتصالات والحوارات فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالنقاشات او بالدراسة او اطلاع على موضوع معين ممكن تكثر عندك التنقلات من مكان لمكان او الاتصالات مع اشخاص بشكل كبير اهم اشي انك انت ما تعصب اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا يعني بكون فيها نوع من انواع الضغط لغاية الصباح اما توتر على احد افراد العائلة او قلق او امور يعني شوي هيك بتحمل لك نوع من ردات الفعل السلبية او نقاشات او حوارات او اهتمامات عائلية بتكون بتطلب وجودك لغاية ساعات الصباح بعدين الاجواء بتصير ايجابية وبتدعمك وممكن تسمع خبر له علاقة باحد افراد العائلة يسعدك اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي ما زارت الامور ضاغطة فممكن توتر او قلق على احد الاحبة او سوء تفاهم او قلق على احد الابناء او سوء تفاهم اهم اشي انك ما تكبر الفجوة العاطفية او التعاطف اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء برضو على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن اهم اشي انك ما تأجل وما تراكم الاعمال عندك وبرضو راقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع برضو على مستوى الشراكي ممكن هيك يعني سوء تفاهم او مثلا تتحسس من موقف معين ولكن الاجواء اجمالا ايجابية وفيها قابلية الاتصالة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء برضو فيها نوع من انواع القلق على المسائل المالية المشتركة او امور الها علاقة باموال انت مداينها او تتعرض للنصب او ضياع بعض الاموال او حاجياتك او ممكن انه تستغل من قبل اشخاص في مسألة ما فانت تصرف الفلوس بدون ما تنتبه على حالك وتلاقي انه هاي الفلوس راحت عليك اهم شي انك ما تكفل حد بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بتكون ضاغطة او اخبار سلبية او قلق على احد الاشخاص خارج البلاد لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتسمع خبر جيد وممكن تكثر عندك الاتصالات او الحوارات مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بامور الهلاقة بالسفر او اوراق السفر اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى العمل في المؤسسات فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون له نوع من انواع التعامل اما مع زميل او صديق او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب تقريبا بدأت تضغط شوي المسائل فعشان هيك منقول لك دير بالك على صحتك راقب غذائك انجز اعمالك بشكل كامل ما تخليها تتراكم عندك وحاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة وممكن تقلق على احد الاحبة او على نفسك فان شعرت في شيء صحيا بحاجة لاستشار الطبيب فما تتأخر برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي او مساعدة من احدهم دع خجلك جانبا وعبر عن اراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص او الانتقادات اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا على المستوى النفسي متقلبة خلال هذا اليوم اما قلق او تقلب في المزاج او يعني حدية بالطباع عصبية مزاجك معكر مش قادر تركز كلها هاي احتمالات ممكن كلها تصير وممكن بعضها يصير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها بعض البشائر لبعض المسائل المالية ممكن تحصل بعض الاموال من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او مستحقات لا اليك او تسترد بعض الاموال اللي بتعود لك او اشي على شكل هبات او مساعدات اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة على مستوى التنقلات فعشان يك منقول لك اليوم بدك تدير بالك اثناء تنقلاتك ودير بالك من السرعة والانفعال والتهور بدك تركز بشكل جيد وبرضو اثناء نقاشاتك وحواراتك دير بالك من الكلام الجارح والقارس والانتقادات والعصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة بتدعمك بقوة فممكن تعملك نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة او مع احد افراد العائلة ممكن اليوم تشارك بجمعة او لقاء عائلة ممكن تنشغل ببعض المسائل البيتية او المنزلية زي اعمال او اهتمامات ترميم او مشتريات اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة وبتدعمك تخلي فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الحبيب او تعاطف على مسألة بتتعلق في احد الاحبة او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الاجواء شوي ضاغطة على مستوى العمل فممكن يكون عندك التزامات بالعمل كثيرة او عندك اكثر من عمل مع بعض فحاول انك تركز وما تخلي فيه عبئ كبير عليك بالاعمال انجزة الضروري والعاجل وفي نفس اللحظة بدك تركز وتابع وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراك اليوم فيه نوع من انواع الحدية فهذا بيحمل اما سوء تفاهم او نقاش حاد ما بينك وبين شريك المال او شريك العاطفة يعني الازواج بدك تحذر من هاي النقطة اما بالنسبة للبيت الثامن برضو على مستوى الاموال المشتركة فيه اشي او مسألة مالية شاغل فكرك اما ديون للك او اموال بتحاول انك انت تحميها او اشياء لها علاقة بالمطالبات المالية بتحاول انك تتشاطر فيها دير بالك ما تخالف القوانين وامشي بترتيب قانوني ما تخلي الامور تيجي على رأسك لدك تركز برضو على امور الها علاقة بالضريبة او التأمين او امور الها علاقة بالمؤسسات القانونية اما بالنسبة للبيت التاسع برضو على مستوى البيت التاسع في نوع من انواع الضغط الو علاقة بالاتصالات او بالقانون او اوراق قانونية او معاملات وفي منك رح يهتم بامور الها علاقة بالدراسة او النقاشات ولكن اللي عنده دراسة جامعية او امتحنة جامعية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فمثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء جيد بيدعمك فبيحمل بعض اللقاءات او التعامل مع بعض الاصدقاء او انجاز بعض المهام بمساعدة بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالجو روتيني فممكن تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وتراقب وضعك الصحي بشكل جيد وفي نفس اللحظة اذا شعرت بشيء غير طبيعي صحيا استشير طبيبك برج الميزان اللي بيتقدم لا امتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات اهم شي انك تبحث عن الحلول اللي بترضي الاخرين ممكن تضطر لتراجع عن موقف ما وممكن تكثر الانشغالات الادارية عندك اهم شي انك تحاذر من المتاعب الصحية طبعا ممكن تكثر عندك برضو الاتصالات او الحوارات مع اشخاص خارج البلاد او تهتم بامور اللي ها علاقة بالتنقلات اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا على المستوى النفسي اليوم بتبلش تتحسن بشكل تصاعدي فبتدعمك بشكل جيد وبتعمل نوع من انواع المصالحة النفسية او راح تلبال من مسألة معينة كانت مأرقيتك في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تنشغل او تزعل او تذايق لمسألة مالية اما انه يتأجل عمر مالي او يكون عليك ضغوط مالية او دفعات مالية او التزامات مالية كثيرة اهم اشي انه حاول انك تقلل من مصاريفك وخفف من الحدية وبتمشي الامور اما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات تقريبا نقدر نحكي انها جيدة فممكن تكثر عندك التنقلات اليوم او الاتصالات او الحوارات في منك راح يعني يدخل بنقاش او حوار اليوم يحاول يقنع اشخاص اهم اشي انه يركز على الموضوع تماما ما يتشعب لمواضيع ثانية عشان يقدر يقنع اللي حواليه اما اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت وممكن اليوم يطمئن بالك لمسألة عائلية ممكن يكون في نوع من انواع التقارب ما بينك وبين احد افراد العائلة او جمعة او اشي الو علاقة بفرحة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي روتيني ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس يعني بتقدر تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية او متابعة صحية او مراقبة صحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي المالية والعاطفية اللي الها علاقة برضو بالازواج تقريبا الوضع ضاغط فممكن اليوم انك اما انك تحاسب الشريك او تعاتب الشريك بتقصيره او تزعل بسبب اهماله لمسألة معينة فهذا الاشي ممكن اليوم يسبب لك نوع من انواع التوتر او الزعل اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا على الامور المالية ممكن انه تكون ضاغطة على مسألة مالية او دفعات او اهتمامات الى علاقة بتأمين ضريبة سداد ديون تراكم اموال مبلغ شوي مرهق بالنسبة للك اوراق قانونية او معاملات اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر تقريبا الاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى العمل فممكن اليوم يكون لك نوع من انواع التعامل مع زميل او رئيسك بالعمل لانجاز بعض الامور اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى الصداقة فممكن تستغل صديق او يتعاون معك صديق لانجاز بعض الامور المهمة وممكن يكون فيه برضو لقاءات او جمعة او لمة هيك الى علاقة اما بدعوتك لمناسبة او المناسبة بتكون عندك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو يطمئن بالك من مسألة معينة اهمش انك تراقب غذائك وراقب صحتك بشكل جيد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة سارع لترتيب اوراقك وملفاتك ممكن تحتاج الى خبرة احدهم لانقاذك من ورطة معينة او من مسألة مالية معينة ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الاخطاء اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي تقريبا فيها نوع من انواع الضغط فبتحس اليوم بنوع من انواع التوتر او الانزعاج او بعض القلق اللي ممكن يعني يظهر خلال هذا اليوم من بعض المسائل ولكن انه برضو بتقدر تتجاوزها من ساعات الصباح وتشحن حالك بطاقة ايجابية وتقلب الامر ليصير روتيني بدل ما هو سلبي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء برضو على المستوى المالي بتحمل بعض القلق على مسألة مالية او ديون او التباسات مالية او امور الها علاقة بطلب مساعدة ولكن الامور مش ماشية مثل ما بدك حاول انك تركز بشكل جيد ممكن تحصل بعض الاموال من عمل اضافي او مساعدات او هبات خلال هذا اليوم ولكن الفترة القادمة افضل من اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات وممكن اليوم تخرج اما بنزهة او بتغيير جو او تكثر عندك الاتصالات والحوارات وممكن تناقش في مسألة ما اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت روتينية فما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن يعني اللي في ساعات الصباح ممكن يحدث بعض الامر هيك يزعجك او تتلقى خبر بتعلق في امور العائلة يعني برضو ممكن يسبب لك بعض التوتر اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا اليوم يعني برضو في نوع من انواع الضغط فاما انك انت بتنتظر الحبيب انه يبادر بخطوة او انك بتستاء من اهمال الحبيب بالفترة هاي وبرضو ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن انك تهتم ببعض الشؤون الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا على مستوى الشراكة يعني المالية والعاطفية والتقارب ما بين الازواج اليوم ممكن برضو تعتب على الزوج بسبب اهماله او تقصيره او عدم اهتمامه فيك او سوء تفاهم او تصرف منه من جانب واحد بدون ما يوخذ مشورتك فهذا يسبب لك نوع من انواع العصبية او الزعل او العتاب اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الاجواء يعني تحمل نوع من انواع الاتصالات البعيدة او الاهتمامات باشخاص خارج البلاد ولكن برضو بالمقابل بتحمل نوع من انواع الزعل بسبب شخص خارج البلاد اما قلق عليه او انه بيجيك اتصال من خارج البلاد بزعجك ممكن تقلق ببعض المسائل اللي لها علاقة باوراق السفر او معاملات سفر او اتصالات خارجية كثيرة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة فممكن اليوم تعملك نوع من انواع التقارب ما بينك وبين زميل في العمل او رئيسك في العمل او مساعدة ما بينك لانجاز بعض العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تلتقي بعض الاصدقاء او تواصل الاصدقاء معك بسبب مسألة ما اما بالنسبة لبيت المتاعب اهم ايش انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة ما ترهق حالك كثير راقب غذائك وراحتك ما تتوسوس وما تشك حاول انك تأجل الامور هاي لانو الوضع ضاغط كبير ممكن يحملك قلق على احد الاحبة بالفترة هاي برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة هاي فترة يعني شوي فيها نوع من انواع الصعوبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة تعتبر هاي الفترة لانه مقابلك تماما ومع الزوايا وتراجع الكواكب تعتبر من اصعب الفترات اللي مرت خلال هذا الشهر حاول انك انت ما تخالف القوانين وما تكون ساخر من الاشخاص اللي حواليك اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الضغط على المستوى النفسي بتعملك نوع من انواع القلق او التوتر او الانشغال في بعض المسائل النفسية او الشخصية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى الامور المالية فممكن تحصل بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او من امور الهلاقة بالمساعدات او الهبات بالفترة هاي وممكن يعني تنشط في بعض المسائل المالية ولكن اهم ايش انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء برضو جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات على مستوى الحوارات والنقاشات ما يعني كل الامور تقريبا بتكون ايجابية وبتدعمك بقوة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني روتينية على مستوى البيت ولكن ممكن تظهر بعض المسائل اللي توترك او الها علاقة ببعض المشتريات او التسوق او بسبب احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية تقريبا بنقدر نحيي انه فيها اجواء جيدة تدعمك في احد الاحبة او مع حبيب معين او لقاء ممكن انك برضو تفرح بسبب خضر ما اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او مراجعات طبية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على المستوى الشراكي المالية والعاطفية زي ما ذكرناها في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الثامن على الاجواء على مستوى الاموال المشتركة ممكن تظل ضغطة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتصير الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة فممكن انك تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة اما بالبنوك او لها علاقة بضريبة بتأمين بمسائل مالية يعني شغلات من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات ممكن تنشط بالاتصالات اليوم خصوصا الاتصالات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او اشيء له علاقة بالمشتريات من خارج البلاد برضو ممكن انه تهتم فيها خلال هذا اليوم زي التسوق الالكتروني مثلا وفي منكم ممكن يتلقى اتصال من شخص خارج البلاد او خبر اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة وممكن برضو تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة بمساعدة شخص او زميلك بالعمل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغط بتسبب لك نوع من انواع التوتر فممكن انك تعصب من صديق او تذكر موقف معين او تحط حد لواحد بيحاول انه يتدخل في شؤون حياتك اما بالنسبة لبيتك اتناعش فالاجواء على مستوى بيت المتاعب منقولك انجز الاعمال الضرورية والمهمة ما ترهق حالك كثير حاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة وفي نفس اللحظة راقب غذائك وراقب صحتك برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي باكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الامور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة اذا كنت مستعد لذلك اما بالنسبة لبيتر اول فالاجواء تقريبا على المستوى النفسي ما زالت الامور جيدة بتدعمك على المستوى النفسي بشكل قوي فعشان هيك عندك ثقة اعلى اليوم بنفسك وعندك رغبة في احداث بعض التغيرات اللي بتتعلق فيك انت كشخص اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على مستوى الامور المالية فممكن اليوم تنجز بعض الامور المالية بشكل جيد وممكن تحصل على بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او مستردات مالية او هبات او بعض المواضيع المالية اللي ممكن تهتم فيها بشكل ايجابي خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والتنقلات وبرضو عندك سرعة بديهة عالية ولكن بالمقابل لا تعصب ولا تتهور اثناء القيادة اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يكون في بعض المسائل البيتية هيك تكون مربكة ممكن تقلق بشاء عائلي او يكون عندك بعض الاهتمامات المنزلية او عطل معين تصليح مشتريات يعني اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على المستوى العاطفي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب او تلاقي في مسألة معينة ممكن انك تتشاور في مسألة فيدعمك بشكل ايجابي خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعاون ايجابي مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا الاجواء ضاغطة على مستوى امور الها علاقة بالشراكة فممكن تتحسس من الشريك او من تصرفاته او من اهماله او من تدخل في شؤون ما بتعنيه اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فها ممكن تهتم ببعض المسائل البنكية او اوراق او معاملات مالية او امور الها علاقة في ضريبة او تأمين او اشياء من هذا القبيل وبتكون لصالحك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء الروتينية على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصلك مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل القانونية او امور الها علاقة باشياء بتتعلق بالسفر تقريبا كلها روتينية بتتعامل فيها على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة برضو على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال المهمة والضرورية اليوم بمساعدة زميل او رئيسك بالعمل او يكون تعاون ما بينكم في مسألة ما اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فيعني تقريبا لغاية الصباح بظل فيه اجواء متوترة ما بينك وبين احد الاصدقاء او تتذكر موضوع معين او بتدخل هذا الصديق في مسألة ما بتعني او ممكن اهماله بمسألة معينة او تحتاجه انت في مسألة فيردك لغاية ساعات الصباح وبعد ساعات الصباح بتصير الاجواء روتينية على حسب طبيعتك تتعامل مع اصدقاءك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الضغط فامنقول لك ما ترهق حالك الكثير انجز الاعمال الضرورية والمهمة وحاول اتراقب وضعك الصحي وغذائك حاول تاخذ قسط كافي من الراحة ممكن اذا شعرت بشيء غير اعتياد صحيا اراجع طبيبك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وتتحسن الاجواء نسبيا ممكن تعيش فترة فرحة وفيها نوع من انواع النجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة احد اولادك او احباتك بفاجأك احدهم بالوقوف لجانبك فكن شاكرا له وما تنسى رد الجميل اما بالنسبة للبيت الاول فالنفسي اليوم احسن مشحن بطاقة ايجابية يعني بلشت تتحسن الاجواء بشكل قوي خلال هذا اليوم اهم ايش انك تركز بشكل جيد وتعرف ايش بدك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء برضو جيدة ممكن تحصل بعض الامور المالية او تهتم ببعض المسائل المالية ممكن تحقق على او تحصل ارباح من عمل اضافي او نوع من انواع الهدايا او الهبات او المساعدات اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني تحركاتك ونقاشاتك حواراتك بتكون بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاتصالات الكثيرة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا ما زالت متقلبة بين ايجابي روتيني حاد عصبي يعني بتتقلب الامور حاول انك انت تضبط اعصابك بس وما تنفعل وما تعصب لا اي شؤون بيتي او مشاكل او خلافات اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء زي ما ذكرناها في بداية التوقعات جيدة اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل او بعض المسائل اللي الها علاقة ببعض الامور الصحية او مراقبة صحية او معلومات صحية يعني اهتمام بمسائل صحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية الاجواء احسن اليوم من الايام الماضية فابدعمل نوع من انواع المصالحة او التقارب ما بين الشركاء المال والعاطفة زي الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع التوتر او القلق على بعض المسائل المالية المشتركة وامور الها علاقة اما بضريبة او تامين او مستردات مالية او امور الها علاقة باوراق معاملات اما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الامور اللي الها علاقة ببيت السفر او الاتصالات البعيدة مقلق فاما انه مواضيع السفر هي اللي مر بكيتك لانه التأجيل او التأخير او ما فيش سفر هذا موضوع بقلق في الفترة هاي او موضوع له علاقة باشخاص خارج البلاد او امور اوراق قانونية او معاملات بسبب لك نوع من التفكير الزائد وبرضو بكون مقلق اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بالتعاون ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل بالنسبة لبيت الاصدقاء تقريبا بيحمل بعض اللقاءات او الاتصالات او التعاون ما بينك وبين بعض الاصدقاء ممكن تقلق بشأن صحة صديق او موقف بصير مع صديق بتحاول انك تساعده فيه اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة بتدعمك برضو فعشان هيك بتقدر تنجز اعمالك بكل سهولة ويسر وبرضو بكون لك بعض الاهتمامات اما بمكملات غذائية او بتغذية معينة او بامور صحية برج الحوت بتنهمكوا بامور الها صلة بالبيت والعائلة يعني حاول انك تخصص وقت مهم يعني من وقتك للعائلة ولا شؤونك الخاصة ما تتسرع في الحكم على الامور وعلى الاشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم او من الشك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا ضاغطة على المستوى النفسي لاخر يوم فحاول قدر الامكان انك تزرع الثقة بنفسك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تتسرع بالحكم ودير بالك من الشك والوسواس في نفس اللحظة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على مستوى الامور المالية فممكن تحقق بعض الانجازات او المكاسب المالية خلال هذا اليوم اللي ممكن تجيك اما من عمل اضافي او مستردات مالية او هبات او مساعدات او اموال اليك بتستردها اهم شي انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني متقلب اليوم ولكن بالاغلب بتكون روتينية اتصالاتك وحواراتك او نقاشاتك ممكن تكثر عندك الاتصالات في بعض الاوقات وممكن تحاول انك تخرج بس لتغيير الجو اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الاجواء جيدة على المستوى العاطفي ممكن يعني تعمل نوع من انواع التقارب العاطفي او الانسجام العاطفي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن انك يعني تبدأ بمعرفة جديدة وممكن يكون لك تعاون مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالامور روتينية على مستوى العمل فممكن يعني تنجز اعمالك بشكل روتيني وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او مراجعة الطبيب اما بالنسبة للبيت السابع فبيحمل لك نوع من انواع الحدية او الصدام ما بينك وبين الحبيب او الشريك شريك الزواج فعشان هيك بخلق نوع من انواع التوتر او التحسس من موقف معين او من اهماله او تقصيره فممكن تستاء او يعني يكون لك رد فعل سلبي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء برضو على مستوى الاموال المشتركة ضاغط فممكن تقلق بشأن امور مالية او امور انها علاقة بالبنوك او انها علاقة بضريبة تأمين مستردات مالية اهمش انك بالفترة هاي ما تكفى الحد ودير بالك على مالك من الضياع ومن النصابين اللي ممكن يستغلوك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني تقريبا بتحمل بعض الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق او معاملات سفر او امور الى علاقة بالامتحانات الجامعية اهم اشي انك تركز بشكل جيد اذا كان عندك امتحان وما تعتمد على الحضوظ ممكن يصلك خبر من خارج البلاد شوي يكون مزعج اما بالنسبة للبيت العاشر الاجواء جيدة بتدعمك برضو على مستوى العمل وعلاقاتك بزملائك ورؤساك بالعمل وبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينكم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور اما حفل او مؤتمر اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء جيد بتدعمك على مستوى العلاقات والاصدقاء وبعمل نوع من انواع التقارب مع صديق معين او ممكن تتواصل مع صديق اليك فترة ما توصلت معه او تتلقى اتصال من صديق ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة فممكن اليوم تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او الامور اللي الها علاقة بالطب حاول انك تراقب غذائك وحاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء